طبعاً لن أحدثكم والكتب ملأ غاصة بقصص الصابرين كتب عندنا كتب التراث الإسلامي قصص واقعية كلها بالأسماء مين اللي صبروا إيش فقدوا كيف صبروا وحتى الخصصة واقعية تجدون أنماطاً منها ونماذج في اليوتيوب ما يمذل في هذه الأمة المباركة والله العظيم أو في المباركين من هذه الأمة ما يمذل استمعت قبل فترة للعلامة المصري يحيى الرخاوي مدى الله في عمري البصليون نسيج واحدهم حقيقةً إنسى إنسى قصوا بالله دائماً أنا أستبع أنا أقول إيش أن نسى هؤلاء أدب مع علم نفس مع شعر مع عمق تجربة إشي جميل جداً جداً ما عندهم الجفاف اللي لقينه وعالم نفس عالمي عالم نفسه ومستوى رهيب جداً رجل يحيى الرخاوي شيء كبير أحمد عكاشة ويحيى الرخاوي والمرحوم عادل صادق لكن هذانا هذانا بالذات شيء نسيج واحدهما عبد العزيز القوصي رحمة الله علي شيء أهرام أهرام في العلم المهم رحم الله من ماتوا أمطى الله بطول عمر إيه الحي منهم والله حديث أقسم بالله أبكاني وإذا استمع أي واحد منكم حتما سيبكي يقول أنا مرة كنت في عيادتي وشاءني رجل فلاح مصري فلاح عصيل الأصالة المصرية في الفلاحين فلاح مصري يعرض علي إيه مشكلته يطلب مؤمن الدعم النفسي يعني طيب إيه حق إيه عم الحق مشكلته قال له ابني مات رحمة الله فلاح وإندا الله يصبرك عم الحق عند غيره قال له أبدا وحيدي آه قال أنا صعبت وحيده صعب كثير كثير صعبت هنا هنا تبسي الصعوب عاد قال له كيف يعني بعد مراد قال له أبدا ليلة عرسوه آه قال أنا صعقت عين سمعت هذا دكتور رخاوي إنسان إنسان عواطف وشاعر ما جاء الله عليه عنده شعر أعلم حيات شعر وعلم نفس كبير آه ومعالج نفسي خطير قال تألمت تراه شيء من الحزن نفسه دكتور رخاوي قال فجعله هو يوازيني أي دكتور ما لك يا دكتور قال له الله يصبرك أحمي الحق الله يصبرك قال له أنت كيف قال له أبدا أنا رضيت بقضاء الله قال له مجد وديعة يا دكتور مجد وديعة وما الأموال والأولاد إلا وداع ولابد يوما أن تسترد الوداع وداع هذه عند الله إحنا كنا وداع والله نفوسنا في أبداننا وداع لدينا أقسم بالله ولا في واحد فينا يقدر يخلد نفسه يقدر يجيب لي أكبر مليار ديار أكبر ملك في العالم أكبر طاغيع خليه يخلد نفسه خليه يتحدى الموت ما يقدرش بده يموت بده يموت أتينا الوجود على الرغم منا وسنزايله ونتركه على الرغم منا ولذلك على فكرة جزء من فلسفة الحزن تذكيري بالعبودية أنك أنت عبد ليس معبود أنت مربوب ليس رب أنت تراب ليس رب الأرباب أنت إنسان ليس إله لماذا؟ الإله فعال لما يريد فعال لما يريد صحيح؟ هل أنت فعال لما تريد؟ لا عشان هيك بتحط خطط وبتخيب بتأمل تأميلات وبتنجحش وبتطلب استبقاء الشيء وبتفلث منك وبتحب الحياة لمن تحب أموته أمامك وبتحب تخلد ومش هتخلد أنت عبد الحزن هذه فلسفة الحياة لذلك عالم النفس نفكر الألماني العظيم كان يقول لا يمكن أن ينفعل ويستجيب للعالم بالطريقة الصحيحة العميقة من لم يمر بخبرة الحزن والمعاناة عشان تفهم العالم والوجود بدك تعاني لذلك بتشوفوا أكثر الناس سذاجة وسطحية وهوائية وفراغية وبين قسين وأكرمكم الله جميعا وتفاها تفاها من هم؟ الناس اللي وضعوا في ظروف معينة أو القدر وضعهم في ظروف معينة جعلتهم تقريبا لا يعانون أموال كثيرة وسلطة سلطة على الناس وعالشعوب وسلطة عندهم أموال كثيرة واللي بده يا بس اللي بيشتهي هو عذابه على الفكرة أكيد عنده نعم العذاب إنه مش عارف ايش بده صح؟ علشان هيك أنا أخاطب كل واحد وخاطب نفسي إذا كان الله فاتح عليك وعطيك شوية مال كذا إياك أن تفسد إنسانية أولادك أبنائك بناتك بالإغداق الملوش معنى هذا وتحقيق الرغبات الدائمة وتعيش أنت كذلك لا لا عش إنسانا وعلمهم أن يعيشوا بشرا عميقين الحياة فيها أخذ عطاء فيها وجه المظلم وجه المنير فيها السارب والموجب هذه عشان تتوازن لذلك كارغوستاف يونغ مؤسس أيضا كبير جدا لمدرسة خاصة في التحليل النفسي إلى جانب طبعا زميره الأول فرودي اللي نشق عنه سويسري يونغ ما يقول؟ يقول لا معنى للبهجة والفرحة في حياتنا ما لم يعادل بشيء من الحزن والمعاناة فرحة مستمرة بهجة مستمرة سعادة سخافة سطحية بصير إنسان سطحي بصير تافة لكن لما تعادل هذه الأشياء أضحك وأبكى بشيء يبكي بشيء يؤلم بشيء يرهق بصير الإنسان معنى ببدا يتوازى الإنسان ركا هيك ماشي مشوه هو مشوه المسكين مش عارف حاله مشوه فكر حاله شغل كبير هو مشوه ونحن نشوفه شائها نراه شائها ناقصا ما بتوازن إلا إيه الإنسان بجناحين صح؟ بطرفين بخبرتين بمعنايين بفلسفتين في الحياة هو هذا واضح يا أخواني فالمهم فقال إيه أنا أعطى فقال له يا دكتور مش كده أقال له كده يا عم الحق الله يصبرك أحسه بالدكتور وبدأ هو يعارجه قال تعلمه منه قال له أنا رضيط بقضاء الله ودي وديعة والله تبارك وتعالى استرد وديعته قالوا طب أنت يعني طب جاي لي قال له تساعدني شوي ساعد كلمة كلمة لذلك هنا نشوف فلسفة العزاء في الإسلام من عز مصابا صلى الله على معلم الناس كل الخير والله من عز مصابا فله مثل أجري تعرف نفس الشيء يسموها سيمباثي ماذا سيمباثي أنك تراعي مشاعر الآخرين تحاول تتفهمها هذه الشيء الحد الأدنى في الإنسان في شيء عمق الإنسان إيمباثي ليس سيمباثي إيمباثي إيمباثي يسموه التقمص الوجداني تحاول تحط نفسك مكانه تتخيل أنت الذي فقدت ابنك الوحيد عاد ليس هو أنت ويوم عرصه شوف شوف القدر عجيب عنده ضربات عجيبة يا نائمة الليل مسرورا بأوله إن الحوادث قد يطرحنا أسحار ما عجيب يعني ابنه البعيد اللهم لا تبتلنا وقت دخلنا في تجربة ونحنة ابن الوحيد ويوم عرصه يموت يا الله صعب صعب كثير والله والله تبكي الصكر الجمود عشان هيك الدكتور رخاوي تأثر جدا المسكين وظهر عليه وجعله يواسيه هذا قالوا ساعدني 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 بكلتير كذا أي حاجة طبعا ولما سئله الدكتور يعني هو مش محزون مش مكتئب قال ملا هو حزين وكئيب طب كيف أجاك ويطلب العلاج كان هذا الفرق هذا الفرق به الإنسان الشرقي المؤمن به الإنسان عموما الغربي البعيد عن الإيمان وبعيد عن هذا العمق الإنساني الإنسان الشرقي شوفته فلسفته طول حياته هكذا أني أنا بدي أحمل حزني بدي أشيله وهذا تعبير أستاذ الدكتور رخوي قال لا هو حزين وكئيب لكن هو شايل حزن معاه وماشي فيه ما تكومش فيه في حتك كده وقعد يك الغربي بتكوم وبنتحر بعدين مرات أحيانا عشرة في المائة من المكتئبين ينتحرون كما قلنا وسبعون إلى ثمانين في المائة من المنتحرين مكتئبون حصائي بتخوف بترج لا هذا حامل همه وحامل حزنه وماشي فيه والحزن هذا ما أفسدش عليه إيمانه ومخلوش بدأ يجدف على الله وليش يا ربي وما كانش وقته وليش أنا مش غيري أبدا 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 قال لك رضينا بقضاء الله يا الله وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنها لله هذه الودائع هذا مفهوم الوديعة إنها لله نحن كنا ملك لله والله استرد الذي له وإنا إليه هاي واسترداد الوديعة شمتوا هذا بتكلم قرآن هذا الفلاح المصري العميق اللي علم العلامة الأستاذ يحيى الرخاوي علموا تعلم منه قال تعلمت منه أنا هو بتكلم قرآن من غير ما يعرف قالوا إنها لله وإنا إليه رجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون قال عليه الصلاة وأفضوا السلام وآله نعمة العدلان ونعمة زيادة أو كما قال عليه الصلاة وأفضل السلام في زيادة ورحمة وعولئك هم المهتدون ولذلك إنما يوفى الصابرون أجرهم يوم القيامة بغير حساب يوم القيامة كيف يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب تقيل يعني اللي صلى اللي حج اللي اعتمر للصدق اللي عمل ساوه كله نحط في الكفة كذا قديش إليك أخذ تماما هذا حقك خذ حقك إلا الصابر الذي ابتله الله في صحته في ورده في ماله في أي شيء وصبر حتى في سمعته طبعا في ناس تفترع على الناس وبتكلموا في عرضه والبعيد فعلته عملته بريئة تماما والبعيد ساوه عمل هذا هذا الجسوس هذا المخابرات هذا المسوني هذا الصليب هذا الصيوني هذا ابن الحرام هذا عكس هذا تماما ولذلك فناداها من تحتها ألا ألا تحزني عليك حزين جبريل نفق في درعها جايب درعها وجاك ولد من الغيب وكذا وحيكون شغلة كبيرة حزينة حزينة لما تعلم من قالة السوق فيه سوق وهي تستحضر هذا وتعيشوا الآن طبعا عرفا حينجال حينجال وأول شيء ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية وشو حد ما شاء الله عليهم هذولة اللي عملوا في عيسى ما عملوا واردوا قتله وتعملوا على صلبه مين هذه ما سدقوا مباشرة رموها وما كانت أمك بغية من أين جبتها خير قالوا عزو بالله وبعد ما نطق وهو على يدها قال إني عبد الله في منهم هي أنفار ها وناس كفروا أيضا سحر كفروا فويل للذين أكفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم ما يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضال شيء غريب هذا هو يحزى الإنسان حتى لهذه الأشياء قال لك هذا الذي صبر عليك على المصيبة التي أصابته وتعزى بالصبر يوفى أجره بغير حساب يا الله بغير حساب بغير حساب جزاف أنا أسموه الجزاف هذه المجازة ما هي المجازة يعني؟ يأتي واحد قعدة كيلو نصف لتر هذا الحساب والجزاف بدأ كيكي مع كيس هذا أقول له خذ 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 لا تعرف ما قد أعطاك خمسين لتر سبعين لتر كذا لا تعرف أعطاه جزافا ما حاسبش ما عدش وشوف جزاف الله عز وجل جزاف الله كيف حيكون لما الله يعطيك بغير حساب ما هيعطيك يا الله هذا يخلي طبعا شوف هذا الفلاح المصر البسيط ما هو عالم ولا دارس ولا دكتور ولا بروفرسور ابن الوحيد صابر قال لك رضينا بقضاء الله لا نقول إلا ما يرضي الله الله استرد وديعته وماذا عمل الحمد لله يا دكتور بس سعدني بكلمتين نساعد بعضنا عشان هيك تجي فلسفة برضو كما قلنا إلا عزاء من عزى مصابا فله مثل أجري هذا مهم أن نستحضره ولذلك نرجع وحتشوه الأدبيات الكثيرة في قصص الصابرين وطبعا الأحاديث والآيات والأشياء والله التراث عجيب أقسم بالله